يا أمي يا أمي أوه أي بسه حسب إيه né الزهر إيها بتولد مش حسب لي طب قومي معي مش عاربة نذهب الابا conocرة يا أخي حدي شوف العربية بسرعة سعيش يا أبا عربية بسرعة مودة! يالي ميت دكتورة بلك بسرعة حسك بتعلك حسك تعلك يا أخي مراحة 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 ألو أيوة دكتورة الحقيقي البنت بتصرخ ومش عارفة أعمل لها إيه إيه؟ اطلعوا بيها عالمستشفى عندنا على طول أنا حكلم دكتورة سميرة هي عارف حالتها كويس أنا حسبقكوا على هناك باي ألو دكتورة سميرة أنا أصف على إزعاج وحضرتك فين دلوقتي انتوا يفعل أوصولي يا رياد لازم العمال دول يخلصوا بسرعة نحت أمرك هانم في خلال نصف ساعة كل حاجة هتكون جاهزة مونيري هانم أنا هروح أشوف البور بسرعة شوية يا نوها مش عايزين أي حاجة تأخرنا حالاً بسرعة هانم حاضر عمر إنت هنا بتعمل إيه؟ مش مفهود تبقى مع السليم عشان يجهز؟ آآ يا مدام مونيري أنا كنت معاد رواتي وكل حاجة هزة سايبه بس يلبس ونزلت بقى دورة على أستاذ خليل كنت محتاجه عايزه في إيه؟ هبقى حكيليك أنا هستاذ الرياض ما شفتش أستاذ خليل فينه خليل بيجاي هناك أه حاستعزينك بعد إذنك هشو بايتك هزاك اتفدأ يا مدام محتاجة لأي حاجة؟ لا أخدت أخرت طب يا ريت بقى حضرتك تطلع تشوفيها عايزة إيه؟ عشان تنزيله سايب طيب حالوحة نزيلها أوكي على مهلك هاني على مهلك إيه؟ خير يا عمر؟ إيه إيه؟ والله يوم بتهيق لنا مش خير يعني الراجل خرج من السجن وأنا خاف لإيه اللي عقله يعمل مشاكل عارف وباعت الأسورة عشان يشوفه هيعمل إيه؟ ويريد بقى تبطل العك اللي انت بتعمله عك الحشل لساتك شايفه يعني؟ طلباتك قوامل اسمع يا عمر أنا مش هسمح بأي غلط تاني بعد كده أنا كل اللي عملتوا الفلوس اللي صرفتها علشان الرجل ده يشيل القضية تعرف ده كله عشان إيه؟ عشان اسم بنتي ما يجيش في أي حاجة طبعا طبعا يا خدر خدر وريني أوكي واحدة تانية كل ده وليس ما خلصيش يا عروسة؟ عروسة بقى بتتدلع يا طعم طيب ممكن سبونا بس أنا متونت لوحدنا؟ مالك يا غادة شي ساكي مش مبسوطة كناسي مومي يكتب معي قوي النهار ده الف رحمة ونوري يا حبيبتي لو كانت عايشة كانت حد ما بقى مبسوطة بقى أحلى عروسة في الدنيا وبعدين أنا مش زي مامي ولا إيه؟ لا طبعا أكيد بس مش عارفة لي أنا متوترة كده ومش مرتاح النهار ده طبيعي يا حبيبتي دخل على دنيا جديدة طيب ممكن كليس ما تسبنيش النهار ده خالص؟ مش حسيبك خالص طول اليوم نتحك بقى أي ورحل زي الأمر ما شاء الله نتحكي بقى مبروك يا حبيبتي مفيش هو بس السيادة المستشار أصار إن إحنا ننزل نتغدى برا فقلت يعني أجل مطعم بنتقبل فيه يمكن أشوفك لو فاضي يعني مستشفى؟ مالها شاكت آه طبعا يهمني لما تقولي دي ريت بلغيني طيب هسيبك دلوقتي عشان مش عايز أعطالك سلامة إيه؟ هتحبت أكل إيه؟ أكل إيه؟ أكل إيه؟ أكل إيه؟ أكل إيه؟ بطل لف ودوران وتعالى دورين قولي قولي وجمد قلبك أقولي أنا مش فيها أي وإيه اللي دخل قلبي في الموضوع ده؟ أصدقى أني مصر ما عدمتش المطاعم عشان تجبني المطعم ده؟ ولا ما فيش اللي المطعم ده وبس؟ لا طبعا فيه بس الأكل إنا هيجبك بطيف يا تكلم بصراحة معايا واضح إنها بنت زي الفل ولازم تجمد قلبك علشانها أثبت من الكلام ده أقولي بس تاكل إيه؟ اسمع كلام إنت الفرصة ما بتتكررش كتير مش قادرة مش قادرة تكتبني النابين أحصل لنا اهدي يا حبيبتي اهدي يا شهد إن شاء الله أنت بي زي الفل والله اتطميني يا حبيبتي أنا مش هسيبك لحد هنا مش ينفع تدخل يا أستي لدي تعبانة جدا ما دكتورة اتطمن دكتورة ما لك كلميتني وأنا هنا معه ماتقلقش بس إن من فضلك سيبنا نشوف شغلنا كابتن جلال أنا راح أخلص إجراءات الدخول لطلبوها وانت خليك هنا لحد ما تتطمن عليها نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك